موسيقى موسيقى كمان هون يا جماعة صار الوقت ارجيكم شو باشتكل انا شو طبيعة عملي وين بقضي اكتر وكتي المكان اللي يعني this is my zone غير الجيم انا بقضي اكتر وكتي هون تعالشوف تعالوا اعرفكم يا بوب بوب صديق عمري وصديق طفولتي وصديق المدرسة اشتغلنا بالبرودكشن مع بعضه لساتنا موابع ان شاء الله احنا في الستوديو باساكلي هذا اللونج تبع الستوديو وهون يعني بحب اقضي وقت كتير هون بيطلع معي علحان بيطلع معي كلام بيطلع معي يعني بحب حلول واحد يركز بشغله فعليا انا ما بشتغل ولا اشي الا اني بكتب وبلحن وبغني تفرغت تماما للموسيقى وحضرنا نتفرغ لها طول عمري عشان اطلع نركز وعشان اطلع في المقدم ان شاء الله تعالوا هيك اطلعكم على الستوديو فجأة لقيت روحي معاي القد لعندك لعندك إليك لسألني قل شو بدك قامل اخدني اخدني لو حضنك إليك حبك انا طبعا بحبك انا زي ما بتعرفو هي كلامي بلحنية بس هي قصة اطول من هيك بانه هي اول اغنية كتبتها في حياتي اول اغنية كتبتها ولحنتها في حياتي و بالنسبة الي احلاهم اكيد كمان شوالع عمان كتبتها ولحنتها و معندي مشكل و كتير غير هالقصة لسه ما نزلوا عم متحضروا له قدام في منهم إلي و في منهم الفلانين تانيين زي ما فهمتكم و هيدا انا و فعليا انا حاليا مش موقع مع شركة التاج و الأفرات اللي تقدمتلي من أكم شركة ما نسبتني بس هي هالفكرة بالنسبة الي الحاجة أم الاختراع يعني انه ما في دعم عم بطر يعني أصرف على حالي أو على شغلي فكتير علمني هذا الاشي كتير علمني انه أشتغل شغري الحالي كتير علمني طرت اتعلم التلحين اتعلمت ألحن اتعلمت أكتب اعمل مونتاج في أكتر من الكليب أخرجت اشي غير لمسار حياتي أكيد ستار أكاديمي يعني كنت بغني قبله و كان عندي غني من قبله اللي هي بحبك أنا و نسمعت على الراديو و صار فيه فان بيج و كدا بس موضوع مختلف تمام من المبسط طلعت من التلحن أكاديمي ورجعت على الأردن لأتحاري ستاري جمهور و استنى فيه بالمطار فأكيد هذا الموضوع يعني هاي المرحلة المستحيلة نتساعد فيها كتير صارت لي شغلة بعد التلحن أكاديمي أكتر واحدة فخور فيها مشاركتي بمهرجان جرش هون بالأردن يعني بالنسبة لي عندي دلع بالبيت نجوة كرم عندها جورج يوسوف عندها و عندي أنا ترجمة نانسي قنقر